موسيقى ضيف حلقتنا لهذا اليوم في مدينة بروكسل واحد من أقدم اليمنيين في أوروبا بشكل عام مش اللي في بلقيكا فقط معنا هنا الشيخ فتحي كيف الحال؟ نعم على وسهل أحييك الله كيف الأمور؟ والله الحمد لله وخير من سنة كم أنت هنا في أوروبا؟ أنا من 95 95 ما شاء الله من وين نبدأ ولا من وين نخلص؟ أكثر من 20 سنة 27 27 سنة؟ نعم كلها في بلقيكا؟ نعم لا كنت سبع سنوات في هولندا في هولندا؟ أيا وبعدين الزمان كان اليمنيين صعب أن يحصلوا على الأوراق فأنتقلنا إلى بلقيكا طيب السؤال سؤال 95 إيش اللي دفعك من 95 تجي لأوروبا وتترك اليمن؟ والله أنا كنت في الجيش أيها؟ ضابط في الجيش وكانت زوجتي أجنبية فما استطعت أحصل على تصريح لها للبقاء فكان الحل أني أتركها وأني أرحل أنا وياها إلى هنا فأتخذت القرار وفارجنا نعم وكان الهقرة واللجوه مش متاح لليمنيين في هذا الوقت؟ أي نعم فقعت بدون أوراق؟ بدون أوراق؟ كم سنوات بدون أوراق؟ 22 سنة 22 سنة بدون أوراق؟ نعم عنا تلقى بسبع سنوات حصلت أوراق؟ نعم نعم لكن المجال المفتوح هنا في هذه البلاد أنك يعني الأولاد يدرسوا وتتعالي تشتغل أنت بدون أوراق؟ نعم كيف تتعالك؟ كيف يدرسوا؟ كيف تشتغل سيارة؟ كيف تسكن؟ لما دم أنك لما دخلت قدمت اللجوء حتى لو رفضوك تستأنف وهكذا أنت وياهم في مشاريع يعني يعني في مجالك؟ طالما أنك مسجل أنك مستأنف ما يكلموك ما يرحلوك 22 سنة سبع سنوات في هولندا نعم وبعدها الباقي بلجيك إلى بلجيك وخلال السنوات هذه إيش كنت تسوي طيب كيف تطلع غزقك كيف؟ من وين تأكل أولادك؟ كيف عايش؟ يعني كنت أنا بتدريس الأولاد في المدارس في المساجد في المدارس لغة عربية وقرآن وأيضا كنت بيع الأسل والأعشاب وما لذلك من اليمن تجي بعض؟ نعم وكنت درس في مسجد؟ درس في مسجد وإمام وكنت أخطب الجمعة في مسجد أيضا في وين؟ في مدينة بروج ومدينة جينت ومونس وكثيرة بروكسل؟ بروكسل أيضا خطبت في الجوامع نعم ما شاء الله والآن الحمد لله تحت دكان يمني محل يمني ما شاء الله لبيعض المنتجات اليمني والأسل والأعشاب كيف تشوف بشكل عام؟ أنت الآن 27 سنة اليمنيين قادرين على التأقلم بشكل سريع؟ الحمد لله اليمنيين يعني نحنا ما شاء الله بسرعة أن نصحر أيوة إذا جعلت لنا في بلدي يعني نتأقلم مع قوانينها ونبدع أصحابنا الآن هنا عندنا دكاترة وأنا عندي بنت مورضة في المسيشفى وعندي بنت دكتورة السنة تدروس في الجاوة باقي لها سنة وعندي ولد محاسب وعندنا دكاترة ومحاسبين وعندنا صيدلية والآن بنفتح مطعم قريب وفي يمنيين مبدعين في جميع المجالات الحمد لله أنا أنت 22 سنة بدون أوراق تعبت لكن بالأخير استفدت تعلمت فالحمد لله طالما عندك طموح وتستطيع تعمل شيء في هذه البلاد بلاد الأحلام يعني تستطيع تحقق حلمك وأنا أدعو الشباب الآن الذي يوصلوا أنهم أيضا يبدعوا وأنهم ما يعتمدوا فقط على المساعدة الاجتماعية ولكن يدخلوا إلى سوق العمل ويدرسوا ويتعلموا ويكملوا طيب خلال المدة هذه الطويلة كيف بالنسبة لأولادك كيف قدروا يتأقلموا على الوضع ما عانوا أنهم أبوهم من دون أوراق وكذا يعني هل هم ما حصلوا أوراق وأنت ما حصلت ليش الله نعيش السنة مش قليل يعني لا لا هنا في أوروبا إذا أنت لاجئ ما يمكنش أن الأولاد يحصلوا على الإقامة حتى لو ولدوا هنا فكنا عايشين في معسكر الليو لكن خرينا يعني هم نفسك بالأسود أيو نعم لكن يدرسوا المدارس كم معاك أولاد؟ أنا معايا 11 ولد إن شاء الله وبنت نعم أربع بنات وكم ولدوا هنا وأنت في الأسود في أوروبا؟ ثمانية الشيخ فتحي قابنا على هذا المكان جماعة هذا اللي شايفينه خلفكم مسجد صح؟ أي المركز الإسلامي في بروكسيل هو أكبر قامع هنا؟ نعم هو القامع الكبير يعتبر فيه إيش قصته؟ هذا كان بعد أزمة النفط لما الملك فيصل رحمه الله منع النفط عن أوروبا السبعينات نعم بعدين الملك البدواء الملك بلجيكا تصل فيها أو راحله وطلب منه أنه يلغي الحضر هذا فألغاه بالفعل الملك ولما رجع الملك بدواء اتخذ قرار بأنه يجعل القسم الحديقة الملكية هذه في بروكسيل للجالية الإسلامية واعترف بالدين الإسلامي كالدين الثاني في بلجيكا المكان جدا استراتيجي أول ما قل إنه جامعنا نعم مكان يعني بالتحد الأوروبي مكان مرة يعني قادة الدول التحد الأوروبي يأتي هنا بشكل مستمر مع الدبلوماسيين تبعهم كله في الحديقة والفنادق المحيطة في هذا المكان يعني يفيجوا وفي عمقهم هنا مكان الأوروبي المكان والمسجد هذا والمنارة شوفوا كيف المنارة فوق نعم هو المسجد الوحيد اللي عنده منارة في بلجيكا نعم الباقي كله عمارات عادية الأذان مو بمكبرات الصوت صح ما فيش داخل كله طيب أنت كفتح عني أيش أكثر أشياء التي تفتقدها من أقواء رمضان اللي في اليمن الأهل الله كل شيء هنا موجود نحن الآن في الدكان عندي قبت كل شيء كل ما يخص رمضان فإن شاء الله أنا تكلمنا مع الشباب في المجموعة الويتساب بل مع بعض إن إحنا من بداية رمضان هذا سنعمل إفطار يومي للشباب والناس اللي ما عندهم زوجيات ومزوجي يكون إفطار يومي عندنا في المحل الله يكزي خير وإن شاء الله يكون هذا تشرب كثير بالنسبة للشباب آه ضروري كل ما يكون منتقروا باية آه طبعا المعاناة آه معاناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة